الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه أحمده حق حمده لا أحصي ثناءً عليه هو كما أثنى على نفسه وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله صفيه وخليله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأهلاً وسهلاً ومرحباً بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا الجزء الثاني من برنامجكم فادعوه بها الذي تعده وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإنشاد في المملكة العربية السعودية هذا البرنامج أخذنا منه في فترة مضت جملة من أسماء الله الحسنى وقفنا مع اسم الله واسم الرحمن والرحيم وجملة من الأسماء العظيمة التي سمى الله تعالى بها نفسه إن أسماء الله تعالى حياة القلوب إنها النور الذي ينير البصائر إنها الهدى الذي يدل على الله عز وجل خلقنا الله تعالى ذكرنا وأنثانا إنسنا وجننا خلقنا لغاية عظمى ومقصد أسنى خلقنا لنعبده وحده لا شريك له فهذا الكون كله بسمائه وأرضه وبره وبحره وسائر ما فيه من خلق الله تعالى إنما خلق لعبادة الله وحده كلنا نحفظ قول الله تعالى وما خلقت الجن والإنسى إلا ليعبدون ويقول تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا إنها دار المسابقة إلى الله عز وجل وهذه المسابقة لا يفوز فيها إلا من حقق العبودية لله وحده لا شريك له ولا يمكن لأحد أن يحقق العبودية لله عز وجل إلا إذا عرف من الله الذي يعبد ما هي صفاته ما هي أسماؤه ما هي أفعاله ما هي كمالاته جل في علاه ذاك هو مفتاح العبودية ولذلك قال الله جل في علاه في محكم التنزيل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك إنه دعوة من الله تعالى أن يعرف العبد أن يعرف كل أحد هذه الكلمة لا إله إلا الله مفتاح الجنة التي بها سعادة الدنيا وفوز الآخرة إن هذه الكلمة لا يمكن أن يحقق أحد معناها ولا أن يعرف مقتضاها ولا أن يأتي بها على الوجه الذي يرضى الله تعالى بها عن العبد إلا إذا عرف معناها عرف ما معنى الله عرف ما له من الكمالات عرف ما له من الصفات لذلك تواطأت كلمة العلماء وتواردت نقولاتهم رحمهم الله على أن أول واجب على المكلف هو معرفة الله عز وجل هو العلم به سبحانه بحمده سبب ذلك أنه لا يمكن لا أحد أن يحقق العبودية ولا أن يحقق العبادة التي يخلص فيها لله عز وجل إلا إذا عرف من الله فالذي يقول لا إله إلا الله لا بد أن يعرف من هو هذا الله الذي لا إله غيره من هو هذا الله الذي هو إله الكون إله من في السماوات ومن في الأرض من هو الله الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلاء من هو الله الذي له يصلي وله يصوم وله يزكي وله يحج وله يحيا ويموت من الله الذي دعتنا الرسل لعبادته وحده لا شريك له إنه لا يمكن لأحد أن يحقق هذا على وجه الكمال إلا بمعرفة من الله لذلك كان أول سؤال يسأله الناس في قبورهم من ربك لأنه موضع الامتحان موضع الاختبار في هذه الدنيا فمن علم من الله وعرف الله عز وجل في دنياه بمعرفته على الوجه الذي يرضى كان ذلك توفيقا له في قبره أن يجيب ربي الله فنسأل الله أن يسدد جوابنا وأن يرزقنا تمام العلم به ومعرفته جل في علاه الله عرف نفسه في كتابه سبحانه بحمده وعرف نفسه في فطرة بني آدم فالناس مفطرون على العلم بالله تعالى وعلى معرفته و لذلك طرق العلم بالله عز وجل لا تنحص في سبيل ولا في طريق قال الشاعر سافرت في طلب الإله فدلني الهادي عليه ومحكم القرآن مع فطرة الرحمن جل جلاله وصريح عقلي فعقلي ببياني هذه الطرق المعرفة بالله والله عز وجل من رحمته ومن واسع فضله على عباده أن لم يجعل الطريق المعرف به طريقا واحدا بل هو طريق متنوع طريق واسع طريق متعدد كلها توصل إلى الله عز وجل و تعرف به أعظم هذه الطرق المعرفة بالله عز وجل ما جاءت به الرسل الكرام في محكم التنزيل ما جاء به خير الأنام صلى الله عليه وسلم فقد جاء في بيان ما لله من الكمالات ما لم يأتي في شريعة من قبل و لم يأتي به رسول قبله صلى الله عليه وسلم هذا إضافة إلى ما فطر الله تعالى عليه القلوب من العلم به و من محبته و معرفته و الإقبال عليه فالفطر ركز فيها طلب معرفة الله تعالى و العلم به فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبدل لخلق الله ذلك الدين القيم و لكن أكثر الناس لا يعلمون فالله تعالى فطر العباد على عبادته و لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه إذن الانحراف هو نتاج التربية هو نتاج المحيط هو نتاج عدم تعزيز ما في الفطرة بالوحي و بالتربية الحسنة إن القلوب مفطورة على محبة الله لا تجد عن الله جل في علاه عوضاً و لا عن غيره سبحانه و بحمده سكناً و لا عنه جل وعلا سكناً بل لا تطمئن القلوب و لا تسكن و لا تبتهج و لا تفرح و لا تلتذ و لا تجد طمأنينة إلا باللجأ إليه و الإقبال عليه و تحقيق العبودية له يقول الله تعالى في محكم كتابه ألا بذكر الله تطمئن القلوب إنها تسكن إنها تطمئن إنها تبتهج إنها تلتذ إنها تفرح بذكره جل في علاه و لذلك أسعد الناس في الدنيا و أسبقهم في الآخرة هم الذين اشتغلوا بذكر الله عز وجل بقلوبهم أولاً و بجوارحهم و ألسنتهم فلك المحامد و المدائح كلها بخواطري و جوانحي و لساني سبق المفردون يقول النبي صلى الله عليه و على عليه وسلم كما في الصحيحين أو كما في صحيح من مسلم من حديث أبي هرية رضي الله عنه و سبق المفردين إنما هو لتمام معرفتهم بالله و المفردون هم الذاكرون لله عز وجل و من أكثر ذكر شيء عرفه و من أكثر ذكر شيء أقبل عليه و من عرف ذكر شيء سعى في أن يعرف ما له من الكمالات أقام الله جل و على ما يدل عليه في هذا الكون الفسيح في هذا الكتاب المنظور الذي تبصره الأعين في السماء و في الأرض كل ذلك يدل عليه و يعرف به لكن القلوب عندما تعمى تغفل الأبصار إنها لا تعمل أبصار و لكن تعمل قلوب التي في الصدور يقول الله في محكم كتابه و كأي من آية في السماوات و الأرض يمرون عليها و هم عنها معرضون أعرضوا عن معرفة الله من خلال هذه الآيات التي في السماء و الأرض بسبب إعراض قلوبهم و لو حايت قلوبهم و أشرقت و أنارت بنور الوحي و انتبهت و استيقظت لكان الأمر على خلاف ذلك لكان الإنسان يرى في كل لحظة من آيات الله ما تدل عليه و ما تعرف به سبحانه و تعالى و في كل شيء له آية تدل على أنه واحد سبحانه بحمده لكن لما غفلت القلوب انحكس ذلك على البصائر في القلوب و على الأبصار في الأعين فصار كما قال في محكم كتابه و كأي من آية في السماوات و الأرض يمرون عليها و هم عنها معرضون يقول عامر بن عبد قيس و هو من العباد الزهادي و العلماء العاملين من التابعين رضي الله عنه و رحمه يقول ما نظرت إلى شيء إلا و رأيته يدل على الله الله أكبر ما أزكى تلك القلوب و ما أطهرها التي تتأمل في خلق الله و في سمائه و في أرضه و في كل شيء حولها لتتعرف بذلك على ربها على خالقها على الله الذي لا إله غيره و قد دع الله تعالى كل أحد أن يتأمل فيما يحيط به و فيما يكتنفه من أحوال و مرائي و مسامع و سماء و أرض حتى الراعي الذي يتبع إبله و يسير وراء غنمه يقول الله تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت إنه دعوة لأن يستبصر الإنسان و يعتبر و يكون له فكرة و عبرة في كل ما يشاهده في كل ما يقع عليه بصره أو يصله نظره ليتعرف بذلك على الله تعالى إن الله سبحانه و بحمده أقام الشواهد في السماء و الأرض و نبه إلى ذلك في كتابه و في محكم آياته ليعتبر الناس و لينظروا إلى خلق الله فإنه دال عليه جل في علا إذن عندنا الفترة و عندنا هذا الكتاب الذي في الكون كله يدل على الله عز و جل هذا الكتاب المنظور ثم أعظم ذلك في الدلالة على الله عز و جل ما جاء به النبي صلى الله عليه و سلم القرآن الذي بشر الله تعالى به الأولين و الآخرين يقول الله في محكم كتابه سبحانه و بحمده يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم و شفاء لما في الصدور و هدى و رحمة للمؤمنين إنه شفاء لما في الصدور و هدى و رحمة للمؤمنين بشارة من رب العالمين هذه البشارة لما تضمنه الكتاب الحكيم من الآيات و العبر بعث الله الرسل جميعا به معرفين و إليه داعين فعرفوا الرب المدعوة إليه بأسمائه و صفاته و ما له من الكمالات حتى جاء في هذا القرآن العظيم البيان الواضح الجلي لكمالات ربنا في أسمائه و في صفاته فلله الأسماء الحسنى و له المثل الأعلى جل في علاه و قد جاء ذلك مبسوطا مبينا بيانا يكشف كل غشاوة حتى قال بعض أهل العلم إن الرسل عرفوا الله عز وجل حتى كأن العبادة ينظرون إليه جل في علاه من شدة التعريف و التوضيح و البيان لصفاته و كمالاته سبحانه و بحمده يقول ابن القيم رحمه الله حتى كأن العباد يشاهدونه سبحانه و ينظرون إليه فوق سماواته على عرشه يكلم ملائكته و يدبر أمر مملكته و يسمع أصوات خلقه و يرى أفعالهم و حركاتهم و يشاهد بواطنهم كما يشاهد ظواهرهم يأمر و ينهى جل في علاه يرضى و يغضب سبحانه و بحمده هذه الصفات التي أخبر الله تعالى بها في كتاب كلها تبين ما له من الكمالات يؤتي الحكمة من يشاء سبحانه و بحمده مالكه الملك جل في علاه يؤتي الملك من يشاء يعز من يشاء و يذل من يشاء بيده الخير و هو على كل شيء قدير كل يوم كل يوم هو في شأن سبحانه و بحمده يغفر ذنبا و يفرج كربا و يفق عانيا هو ينصر مظلوما سبحانه و بحمده و يقصم ظالما و يرحم مسكينا و يغيث ملهوفا كل هذا التعريف الذي جاء به القرآن الكريم هو لنحقق العبودية للملك لله الواحد الأحد الذي تعرف لعباده بأسمائه و صفاته و ذكر آلائه و إنعامه و إحسانه لذلك كان العلم به أشرف العلوم و كان المعرفة بما في القرآن الحكيم و الذكر المبين من صفات الرب و أسمائه على الوجه الذي جاء به القرآن دون تحريف و لا تعطيل و دون تمثيل و لا تكيف كان ذلك الغاية المنتهى الذي يحقق به الإنسان كمال الخشية و كمال العبودية إنما يخشى الله من عباده العلماء و العلماء هم العلماء به جل في علاء فالعلم علم به و علم بالطريق الموصل إليه و كلاهما يثمر الخشية لكن أجر في العلوم هو العلم بالله اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسن و صفاتك العلى أن ترزقنا العلم بك و معرفتك و أن تجعلنا من خاصة أوليائك و أصفيائك و أن تمن علينا بقلوب سليمة و أن ترزقنا الرشدة و الهدى و التقى و العفافة و الغنى و صلى الله و سلم على نبينا محمد و إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة من برنامجكم فدعوه بها أستودعكم الله الذي لا تضع و داعه السلام عليكم و رحمة الله و بركاته